أعلنت وزارة صحة الفلسطينية خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة من الخدمة أضافت الوزارة أن هناك أربع فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع وأشرت إلى أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على الألاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية بجنوب غزة من دار للشفاء إلى ثكنة عسكرية صار هذا هو الوسط الدقيق لما آلت إله أوضاع مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة الذي خرج عن الخدمة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة طبية واضطر ألاف المرضى الفلسطينيين لمغادرة المستشفى تحت تهديد سلاح جنود الاحتلال وبلغت المأساة ضروتها بحرمان المرضى من البقاء في المجمع الطبي وإجبارهم على إخلاء المكان لممارسة إجراءات التبتيش ومزاعم البحث عن نشاطاء لحركة حماس والبحث عن أدلة حول رفات المحتجزين الإسرائيليين وظلت المنشأة تعاني من نقص الغداء والماء والإمدادات الطبية تحت النيران الكثيفة والحصار العسكري ومن ينجو من حصار مجمع ناصر يستقبله رصاص قناسة الإسرائيليين الذي يستهدف النازحين عبر النوافد وفي الشوارع فيسقط المئات بين شهيد وجريح حيث إطلاق النار والقصف يأتي من جميع الاتجاهات وحتى حول مجمع ناصر ليحترق المستشفى ومدرسة الأمم المتحدة ويخرج الأهالي ليلاً فراراً من الموت بينما دبابات الاحتلال تطاردهم مع أطفالهم وتتحرك فوق جثة الشهداء في الشوارع وتصحق أكسادهم وصدمة أخرى تظهر مع مظاهر الحياة داخل مخيمات اللاجئين في مدينة رفح الفلسطينية بعد أن تحولت إلى سجن كبير لا تحبس فيه الحرية والكرامة فحسب وإنما تغمرها مياه الصرف الصحي بدل من الصالحة للشرب وتنقطع الكهرباء ويختفي الغذاء تدريجياً إلى درجة المجاعة وانتشار الأمراض